الضوء الذي يتكلمك مع عزيزة أكثر من الضوء الذي يتكلمك الآن نكمل نشرح الآبزيتي طبعا الآبزيتي موضوع كل شيء مهم وداخل بالبلوبرينت الوزاري ويوجد قرار خاص بدايفيدسون فنحاول إن شاء الله نشرح الآبزيتي طبعا الآبزيتي مثل ما تعرفون هي بانديميك الآن جلوبال بانديميك مرات يسموها سينديميك سينديميك يعني سينيرجيستيك فدوباء مركب تدخل به عوامل سوشيال إيكوناميكال جزيز فاكتر وغيره طبعا البريفيلنس مالتها تقريبا 30 إلى 40 بالمية طبعا هذا باليوكي أكثر شي يو اس اي هم تختلف هاي البريفيلنس من دولة إلى أخرى لكن أوفر اول خلي نقول بالبوبيليشن 30 إلى 40 بالمية ممكن بيشنت أوبيز أوبيز يعني البي ام اي فوق ال 30 البادي ماس انديكس ماتة فوق ال 30 كي يجي على المتر المربع هذا الاوبيز اللي هو البي ام اي فوق ال 30 الأوفر ويت اللي هو البي ام اي بين الخمسة وعشرين والثلاثين يجوز تلقي الانسدنس ماتة حتى أعلى يوصل يجوز حتى 60 بالمية من البوبيليشن هو اوفر ويت فهاي نسب طبعا هو أرقام هواية ما رد عقدها عليكم بس خلوا بالكم توصل 30 إلى 40 أوبيزيتي يعني بي ام اي فوق ال 30 اوفر ويت اللي هو 25 إلى 30 البي ام اي يجوز حتى أكثر بينما النورمال بي ام اي ما تلقى هواي طبعا هذا حسب الدول خاصة باليوكي واليو اس اي تلقى هاي النسب بالدول مثل اللو انكم كونتريز طبعا الاوبزيتي رح تكون اقل كل ما الدولة تكون لاو انكم طبعا الريتس اوف اوبزيتي تكون اقل انكم قليل فايضا الايتنج وهذا رح يكون اقل بهاي الدول لكن هاي الدول الفقيرة خلني نقول تلقي اغنياءها مثلا لا تلقى عدهم الاوبزيتي موجودة وهاي فيعني مو معناته هاي الدولة فقيرة معناته كل ال البوبيليشن هما ما عدهم اوبزيتي لا يجوز تلقي شنو تلقي المناطق الغنية لان دائما الدول الفقيرة ال اغلب يعني هي دولة فقيرة مثلا رح نشوف اغلب الانكم رح شنو ينحصر فئة كلش قليلة من المجتمع وهاي الفئة القليلة من المجتمع ممكن تلقي يعني بها اوبزيتي تمام فهاي يفد احنا اللي همنا هايفد ارقام الكم وهاي اللي همنا انه من الاوبزيتي لازم احنا ما نذكر بس اوبزيتي لازم نحكي عن موضوع الميتابولك سندروم وياها تمام الوبزيتي ممكن يصير وياها متابولك سندروم شنو يعني متابولك سندروم اللي هي يفد الميتابولك سندروم هي يفد ميتابولك سندروم تجمع وهاي تزود الريسك ميتابولك سندروم هي يفد مجموعة من الكندروم تتجمع سوة وتزود الريسك ميتابولك سندروم ويا الاوبزيتي عادة شنية هاية البلد غلوكوز طبعاً بلد غلوكوز فوق المية يعني مو شرط بري دايبتك احنا مو مثل ما تعرفون النورمال المفروض جو المية الفاستنج مية الى مية وستة وعشرين هذا بري وفوق المية وستة وعشرين هذا دايبتك فاحنا الفاستنج اذا فوق المية خالص انا همه هذا يدخل ضمن الكرائتيرا of metabolic syndrome يعني المية للمية وستة وعشرين لبري دايبتك ايضاً يدخل اذا ال Saiyan solid blood glucose الطبعاً شكيت فوق المية المو شرط واصل لمرحلة ال الدايبتك المو شرط فوق المية وستة وعشرين لا فوق المية حتى الري دايبتك هما ضمنices المتابوليك صندروم تمام والبلد برشر ايضا الهيديد ايديه جد السيستوليك فوق ال130 والديستوليك فوق ال85 زيان يعني حتى الهيبرتنسيف رح يدخل الهيبرتنشين مع الأقل اليزائي فوق ال140 140 على 90 لكن الميتابوليك صندروم لأ احنا قلنا الميتابوليك صندروم مو شرط هو وصل يعني هاسا الدائبي قلنا البلد الكلوكوس فوق المية اعتبرناه البلد برشار ايضا بعدها ما واصل للهيبرتنشن بس نقول عليها elevated يعني 130 وفوق systolic والديستوليك 85 وفوق والتراغليسيرايد اللي بيد فوق المية وخمسين والHDL is low مثلا جوه الاربعين بالمين وجوه الخمسين بالومن ثلاثة من ذني اذا موجودات رح نقول عليها metabolic syndrome تمام وعادة هذا قبل metabolic syndrome يكون obese يعني obesity يوجولي اكو obesity تمام اذا هس حتينا على obesity شوية وحتينا على metabolic syndrome وقل طبعا اذا obesity كانت 40 بالمية من الpopulation اذا obesity مثلا obesity خلي نفرض هي 40 او 30 الى 40 بالمية من الpopulation رح نشوف انه metabolic syndrome يجوز يوصل مثلا 20 الى 25 بالمية تمام من المجتمع فهذه بعض النسبة يعني لكم انه metabolic syndrome يوصل 20 الى 25 obesity 30 الى 40 زينا اذا هس افتهمنا بعض الاشياء عن obesity وال metabolic syndrome وقلنا طبعا طبعا هل كل patient obese عنده metabolic syndrome لا هو يجوز سمين obese بس ما عنده هاي الكريتيرا ما محققها فمو كل patient obese عنده metabolic syndrome تمام زينا ومرات شخص مو obese يعني normal بي ام اي بس ممكن هو metabolic عنده لانه مثلا هذان الكريتيرا موجودة تمام اذا خلنا نحكي لكم عن شاء الله انه sometimes اذا هس احنا metabolic syndrome هي highly criteria sometimes patients obese يعني شنو obese يعني البي ام اي ما التى فوق الـ 30 but without metabolic syndrome ما عنده metabolic without metabolic syndrome هذا شي يسموه يسموه اللي ها تسمية خاصة طبعا يسموها metabolically healthy obesity تمام يعني هو obese يعني البي ام اي فوق 30 بس ما عنده syndrome يسموها mho metabolically healthy obesity يعني هو obese بس ما عنده metabolic syndrome فاسميه metabolically healthy obesity ومرات لا الpatient السحيف تهمناها اذا مرات الpatient obese بس ما عنده metabolic ومرات الpatient normal bmi normal bmi normal bmi بس عنده metabolic syndrome شي يسموه هذه أبدو يسموه اه أو لا عنده طبعا اي هس حيفتهمناها انو هو euro because بس ما عنده metabolic syndrome يسموها metabolic وهو يسموها نورمال ويت أوبيزيتي شنو نورمال ويت أوبيزيتي يعني البيشنت البي ام اي مات نورمال زيان لكن هو شنو لكن هو عنده شنو الفات كونتينت عالي يعني البيضي فات مات عالي فحاي بعض المصطلحات يعني هسا ما ردع عقدها عليكم صراح بس خلوا بباركم مرات الشخص أوبيزي بس ما عنده ميتابوليك سندرو مرات الشخص يعني هو نورمال ويت بس الفات كونتينت عنده عالي يعني انت شخص يجوز وزنه قليل مو وزنه نورمال خينكول بس عنده فات كونتينت يسموها نورمال ويت أوبيزيتي فحاي خلوها ببالكم الأبيزيتي والكو اكزيست هيا الميتابوليك سندرو عادة الوبيزيتي والميتابوليك سندرو ممكن تيجي أوبيزيتي وذات ميتابوليك نعم وممكن البيشينت عنده هاي رسكو في ميتابوليك كومليكيشن وذات أوبيزيتي نعم هاي هاي هذاني الشسم هن هذاني الاشياء اللي واحد يخليها بقى تزيل تبنى ما عقدتها عليكم يعني هسا راح نرجع لها خاف عقدناها عليكم طبعا احنا البي ام اي اللي هو راح نستخدمه هسا كي كلاسيفيكيشن أوبيزيتي هنا أنا موجود النورمال هو 18.5 إلى 25 زيان الأوفر ويت هو 25 إلى 30 فوق الثلاثين راح اعتبره أوبيز اقسمه كلاس 1 و 2 و 3 كلاس 1 اللي هو فوق 30 إلى 35 تمام 30 إلى 35 هذا كلاس 1 35 إلى 40 كلاس 2 فوق الأربعين كلاس 3 إذن فوق 30 أوبيز 30 إلى 35 كلاس 1 35 إلى 40 كلاس 2 فوق الأربعين كلاس 3 هذا البدي ماس اندكس شنو مشاكل البدي ماس اندكس هاني جاي اعتمد على هو شن البدي ماس اندكس هو الويت تمام بالكيجي على الحايد بالمتر تربية الحايد بالمتر تربية الحايد تربية يعني زين شن المشاكل أنا من راح اعتمد على الويت مرات الشخص هو وزن شبير بس هو مصل موستلي مصل فهذا يسبب لي مشكلة يعني ويطلع البيئة ما التعالي بس هو بالحقيقة ما عنده هواي فات فهي مشكلة اذا البيئة مآي بي لميتيشن انه جوز الشخص مسكولار وعنده ماسه هاي فهي بوحدة من مشاكل البيئة مآي هنا انا كاتب لكم موجود هو في شيء ايزي وسهل شنو الميتيشن ماتة البيشن انه شنو البيشن مرات عنده عنده هاي مصل زين ماس فوزنه شبير وانت راح الدخله بالأوفر ويت او بالأوبزيتي بس هو بالحقيقة الفات كونتنت عنده قليل يعني هو المفروض التمده اذا شخص وزنه كلش عالي بس هذا الوزن العالي بسبب المصل فانت راح الدخله بالبي ام اي ضمن الكلاسيفيكيشن مع الأوفر ويت والأوبزيتي بينما هو المفروض من الدخله هو اذا شخص مسكولار ليش داع تبر اني أوبيز او اوفر ويت اذا هو الفات كونتنت عنده قليل هاي والليميتيشن والليميتيشن الثاني حسه قبل شوية قلناها انه مرات الشخص وزنه البي ام اي ماته نورمل مرات يعني وزنه بس هو عنده اكسس فات تمام اللي هي هنا كتب هنا حجي هنا اللي هي يسموها نورمل ويت اوبزيتي شخص البي ام اي ماته نورمل بس هو عنده كل الميتابوليك كريتيري البلد برشير والهاي وعنده اكسس فات كونتنت بس هذا اكسس فات كونتنت مثلا ما واصل لمرحلة مسوي لهاي بي ام اي يعني الفكرة البي ام اي بي ام اي مرات الشخص عده مصل ماسه هواية فيطلع وزنه عالي والبي ام اي ماته عالي بينما هو ما عنده ريسك فاكتور هو مصلي مصل زيان فاي خلوها ببالك فشن الافضل من عندي الافضل من عندي هو الويت سير كونفرنس الويت سير كونفرنس راح يحسب السنترال اوبيزيتي فهذا افضل لانه السنترال اوبيزيتي هي كل شيء اللي وياها الرسك فاكتر فالويت سير كونفرنس يعني منطقة الخصر راح يحسب هذا هو اهم دائما كل ما سنترال اوبيزيتي كرش يعني تمام هذا رسك اكثر تمام هاي سموها ابل شيبد ابل شيبد اوبيزيتي شون شكل التفاحة زيان ابل شيبد اوبيزيتي تمام هي جيان فهاي سنترال اوبيزيتي تعتمد على الويت سير كونفرنس هم عدن انا المفروض الويت سير كونفرنس حتى بالشخص اللي هو يعني يعني اللو ويت سير كونفرنس اللي هو زيان المفروض جوه ال94 سنتيم يعني هذا بالمين وجوه ال80 بالومن تمام جوه ال94 سنتيم بالمين وجوه ال80 بالومن هذا المفروض هيج تمام هذا اذا طلع هيجي هذا لو والريسك فاكتر قليل عنده زيان اموره تمام اذا 94 الى 120 هذا increased بالمن تمام increased زيان اي 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 يعني 94 الى 120 هذا increase بالومن 80 الى 88 اذا جوه ال94 بالمن وجوه ال80 بالومن هذا لو زيان وكل تمام الامور 94 الى 180 بالمن او 80 الى 88 بالومن هذا increase to be risk تمام be risk هذا اذا فوق ال120 بالمن وفوق ال88 بالومن هذا كل اي وخطر طبعا هذا خطر فوق يعني هذا very risky فها يخلوها ببالكم طبعا هاي الcut of values ما لل BMI وما لل weight circumference تختلف من هاي متختلف حسب يعني اشخاص معينين certain ethnic groups ذول خاصة ال south asians جنوب اسيا يعتبروهم يعتبرو يعدهم cut of value شوية يعني فوق ال23 يعتبر overweight overweight فوق ال25 يعتبر obese مو مثل هذا اللي احنا قلنا هنا قلنا ال BMI 25 الى 30 نعتبر overweight فوق 30 obese هذا لا ما يعتمد يعتمد على فوق 23 obese وفوق 23 overweight وفوق 25 obese اكو دول معينة ethnic group خاصة مثل جنوب اسيا وغيرها ذول هما at risk فاني لانهم اخطر فذول حتى جوه 23 اعتبر overweight وفوق عف هذول هذول خاطرين حتى فوق 23 راح اعتبر overweight وحتى فوق 25 راح اعتبر obese تمام اذا هذول هما خاطرين هذول آسيا جنوب آسيا وهي بعض الدول جنوب آسيا اكثر سي south asians هذول هذول هما خاطرين ففوق 23 راح اعتبر overweight وفوق 25 راح اعتبر أوبيز مو مثل the initial criteria تمام فهيخلوها طبعا من يكون البي ام اي فوق 35 بعد ما اعتمد على overweight circumference لان تبدأ انو الأوبزيتي تبدأ يصير يصير redundant يبدأ بالجرافتي هذا الفات ينزل لي جوه يعني لان كل شيء فبعد ما يصير نت ريلايبل انو تعتمد على weight circumference كل ما البي ام اي صعد عالي صار فوق 35 ما تعتمد على weight circumference لان هاي الفات يعني يصير pendolent يعني يبدأ بالجرافتي ينزل وهاي لي جوه فما تقدر تحسب بصورة دقيقة فخلوها بالكم هسا لحد الآن شنو حتشينا حتشينا انو البي ام اي بادي ماس انديكس وقلنا شنو الليميتيشن ماتة الليميتيشن ماتة انو انو انت جا تعتمد على weight وهذا weight ممكن يكون muscular ولين هذا muscular راح انت يعني هو هذا الرزق عنده قليل بس انت راح تسوي classification obesity وoverweight حسب البي ام اي فهذا غلط راح يدخلك بمشكلة زين ومرات يطلع normal بي ام اي وهو شخص عنده excess fat وعنده وقلنا انو obesity usually هو عنده syndrome يعني usually عنده highly criteria elevated blood usually بس مو دائما ممكن هو obese بس يسموها metabolically healthy obesity ان لي هو انو هو obese بس ما عنده metabolic syndrome زين ومرات لا هو شنو ما عنده obesity عند البي ام اي normal بس عنده metabolic قلنا لي اش لانها اكلم بالبي ام اي فالادق منها هو fat content اذا حسب اذا قدرت احسب الفات و weight circumference بعد احسن زين فهاي خلينا بعض الاشياء نجي هس الcomplication of obesity طبعا obesity بيه psychological ممكن eating disorder patient مرات يكون هو obese لان عنده eating this binge eating disorder هذا فد ما راضي يصير انو الشخص تجي urge تجي impulse انو ياكل كمية كل الشي بيه وفترة قصيرة وياكل وما يسوي هذا الكمبنساتري اللي يصير بالانيركسية نيرفوزة او بالانيركسية نيرفوزة عادة تتقي او تزوع نفسها او شي حتى تتخلص من هذا الاكل الزايد لا هذا ياكل هو ويظلم يعني ما ما يحاول يزوع نفسها او شي فهذا رح يصير obesity لان ياكل الاكل urge عنده impulse هذا eating disorder مو فالشي طبيعي طبعا يسوي poor طبعا يتأثر على ثقة الشخص بالنفس اكيد ونظرة الشخص للنفس ويصير depression عندهم والdepression يزود l-obesity وذول stigma فهي مشكلة وشي يسوي هذا ك psychological complication طبعا شنو الرابط بين l-obesity والأزمة l-obesity انت من عندك fat انه فالشي اسمه adipocytokines الفات tissue يفرز inflammatory markers وهال inflammatory markers مثل ما تعرف الاسمة هي inflammatory disorder فهال inflammatory markers ممكن يسوي bronchospasm والزود ايضا ال-inflammation بالاسمة والزود فال-obesity هي risk factor for اسمة ومثل ما تعرفون الاسمة ممكن لان ياخذ steroid ايضا يزود ال-obesity وبعد هذا ال-obesity منصير انت obese و high يسوي restriction بالmovement مال ال-diaphragm تمام وبالتالي هذا يزود ايضا ال-disney وغيرها ايضا ال-obesity تزود obstructive sleep apnea خاصة منصير obesity بال-neck تمام short neck و-obes وال-neck circumference اذا صار فوق 40 cm هذا من ينام يختنق obstructive sleep apnea من طبعا اكيد ال-exercise ما يقدر ال-obes exercise intolerance بعد ك-GIT شي يسوي gallstone لانه ال-obesity يسوي نوع من stasis بال biliary flow فسوي gallstone دائما ال-obes ادوم at risk of gallstone jared ال-obesity بسبب increase intra-abdominal pressure رح يصير reflux في زداد jared زي ننق الكهوليك fatty liver disease الفات خاصة central obesity هاي لدر نجمال هاي المنطقة portal vein من يروح portal vein يعني وين لل liver الل ش رح يصير fatty liver وهذا ننق الكهوليك fatty liver disease risk of cirrhosis risk of hepatocellular carcinoma طبعا في liver cancer colon cancer نفس الشي ال-obesity وال-central obesity خاصة risk of colon cancer carenal risk of renal cancer وإيضا glomerulose cleurosis لأنه hyper tension وdiabetes فيصير نفروتيك وغير حول renal dysfunction طبعا ال-obesity على musculoskeletal ثقل زايد فيسوي sprain يسوي flat feet لأنه ثقل زايد vara بالتيب يعني شوي صر deformity بسبب الثقل الزايد oa osteoarthritis سوفان اكيد فيقل زايد نفس الشي back pain compression على الدسك في الدسك برو الابس أكثر عدهم ك neurologي ك مثل ما تعرفون الكارديو بس باسكولر حتشيناه مو قلنا متابوليك سندروم عادتين كو اكزيست elevated blood glucose elevated blood pressure elevated triglyceride زي فأكيد الكارديو vascular complication والميتابوليك هاي كلها هيشنو متابوليك سندروم متابوليك سندروم بس قلنا الميتابوليك سندروم ممكن يصير without أوبيزيتي شاخص بيها معامات نورمل بس عنده واي فات زي يعني ممكن الميتابوليك سندروم يصير وقلنا مرات الأوبيز وما عنده متابوليك ف هاي قسمنا يعني مو دائما وبعد مو بس hypertension و dyslipidemia و endothelial dysfunction و risk of cardiovascular complication high coagulopathies اللي هي بالتحديد الثرومبوسيس الأوبيزيتي هي risk of thrombosis و DVT و pulmonary embolism هم بسبب الاستيس و ما يتحرك هاي وهم هنا بسبب الإديبو سايتو كاين اللي شنو تسوي تأثر على coagulation factors فإذن دول عات risk of thrombosis risk of insulin resistant قلنا مر مو شر diabetes جوز pre-diabetes يعني لدي glukose فوق المياه المهم الفاستين مثل ما قرئنا و ممكن type 2 يوصل precocious puberty l-obesity هم تسوي precocious puberty و مرات تسوي delayed puberty شلون عند obese و fat issue و هاي عندنا هرمون اسمه leptine يصعد leptine من fat tissue leptine هو اللي يحفز hypothalamus تفرز gnrH gonadotropin releasing hormone وبالتالي من تحفز شنو راح تسوي شنو تحفز pulsatire release of gnrH فيصير precocious puberty اخذناها العام بالخامس إذا تذكرون بالنسائية وحتى بالأطفال و هال في leptine اللي تفرز الفات يزود gnrH اللي هو ممكن يسوي precocious puberty و بس مرات يسوي delay di puberty هم شلون هذا مثل ما تعرفون من عندنا peripheral tissue و fat راح يزداد peripheral aromatization التستستيرون يتحول إلى peripheral endrogin يتحول إلى testosterone esterogine مثل ما تعرفون احنا بالperipheral tissue بالfat tissue يتحول endrogin بالaromatized enzyme إلى estrogen مو صحيح عندي في الشي اسمه peripheral aromatization الفات ب aromatized enzyme يحول endrogin إلى estrogen endrogin إذن endrogin يتحول إلى estrogen estrogen من يرتفع شي يسوي suppression للhypothalamus بالreflex feedback من يصير suppression للhypothalamus ويقل GNRH ممكن يصير delayed puberty ف two mechanism ممكن يسوي هيت و ممكن يسوي هيت ف ممكن precocious puberty وممكن حتى delayed هنا مكتوب هنا precocious هي minstral irregularity minstral irregularity ب هاي المكان ممكن يسوي أمينور يعني delayed puberty بهاي المكان زم اللي احنا حتشيناها هس انه بالبرipheral tissue راح الاندروجين يتحول الى estrogy بال aromatization الاستروجين يقل GnRH فيقل FSH والLH فيسرعة minoria و minstral irregularity ف ممكن يسوي delayed puberty ممكن ممكن يسوي minstral irregularity ممكن يسوي precocious و associated polycystic ovary اللي هو مرات حتى يعتبرو من metabolic syndrome طبعا واكو المالغنانسيز اللي تعتمد على الاستروجين بال female breast cancer قلنا لان استروجين جاء يزداد peripheral tissue الفات يحول الاندروجين الى استروجين يزداد الاستروجين رح يزود الرسكة في breast يزود الرسكة في endometrium وبالمال حتى البروستيت يزداد البروستيت cancer ب complex interaction وهو hormonal ممكن حتى الاستروجين اذا زاد يأثر حتى بالمال يعني يأثر انه البروستيت cancer ممكن يزداد فالهرمون related إذا هسه كم cancer تقريبا هو من كل cancer الابيزيتي تمثل 1-5 risk factor of 1-5 of all cancers اللي هي الهرمون related اللي متعلقة بالاندروجين دايزداد قلنا بالبرو في البرست واندوريترال وبروستات وقلنا الكلون cancer والهيباتو cellular cancer والرين cancer شوفوا فهاي بعض الكمليكيشن اللي مال الابيزيتي زين منه اهم واحد اللي أوكي بيام آيقنا مهم وقسمنا على اساسه الاهم من عدة weight circumference تمام الفات كونتنت اذا فد طريقة حدد الفات كونتنت مال بادي مال الجسم هذا ايضا فد شيء مهم كإنديكيتر بالنص بالنص central weight circumference زايد الوست يعني الخسر ما تزايد هذا مور ريسكي زين مور ريسكي ذان انه الشخص عده مثلا generalized obesity مرات الشخص عده generalized obesity مثلا هنا لا هاي آن اللي تخوفني هي central اللي بننص اكثر شيء اخطر من generalized او الpeer شاب اذا apple شاب انه الشخص كأنه تفاحة هي شيء صغير او مو هي شيء هي يعني الوبزيتي بالcenter اكثر اخطر من انه صيد peer شاب مثلا اللي هي مثلا بس بالlower body تمام هل ما عرف ارسن بس انه انه هاي central obesity هاي انه central هاي اخطر من انه تكون generalized او يسموها peer شاب مرات الوبزيتي بس بالlower lower part يعني هذا الشخص كلي بس بالlower body يعني opposite ما عرف ارسن طبعا بس بالlower هذا الشخص هذا مو ريسكي يعني اذا essential هذا اقل الريسك بينما essential weight circumference is that هذا الريسك اكثر تمام يعني الapple shaped اللي شكله مثل التفاحة اخطر من peer shaped اللي شكل شون العرموط او شي تمام العرموط مو هي شاير peer خلي نقول بينما الapple لا هايج فهذي اخطر من هذي هذي الapple essential obesity اخطر من peer shaped obesity تمام طبعا essential obesity more coming in the male طبعا اقلت الموضوع بس اتمنى واضح شنو قصدي من essential obesity اخطر essential obesity more in the men لذلك يعني زين essential obesity اكثر بالمال بينما lower body obesity الpeer shaped اللي مثل الموضوع او شي يسأل gynoid من اسمها gynoid هاي بال female اكثر من الاخطر essential اللي صير بال male هي اكثر associated with liver pancreas type 2 metabolic center اذا essential اخطر يعني قلنا drainage ايضا للportal vein مالتها فزود fatty acid بال liver insulin resistant اكثر يعني central اخطر obesity central obesity اكثر associated with liver fatty liver disease اكثر associated with type 2 they're associated with insulin resistant send to send 1 key of remission of تعب 2 انه هو شخص شخص انه نقلل essential obesity هذا كل راح يتحسن راح يتحسن فهذا عرفنا انه فهذا هم ينفيد limitation بالبيام البيام ايضطيك انه يقول لك body weight مات هل قيد ما راح يحدد لك fat distribution وشي زين فيجوز الشخص بها معي عالي ماته وعنده مصل قلنه فهذا هو مو ريسكي بها معي عنده عالي بس obesity ماته مو central مثلا lower body بس بالlower gynoid هذا اقل الرزق بينما اكيد central obesity هي اختار شيء طبعا الشخص انه ليش يصر the susceptibility obesity اكو eating behavior في الشي من الenvironment يعني واكو اشياء genetic اذا هي multifactorial طبعا هس السناك والfast food وانه الشخص هس يبدي يأكل وهو شبعان هاي الحابت زين يأكل مع انه شبعان وياكل هاي هي اللي يزود والfat والشقر والماركتنج هس اللي دي يصير بالوقت الحالي والغنى يعني الثراء وهاك كلها ممكن يزود ولانه هس بدت سيارات فما كوا حركة مثل قبل قبل كانوا يمشون الاكتيفتي قلت فصار obesity بعد بدأ العمل هس الليبر قل الmanual وبدأ الai ai والكمبيوتر والالكترونيك والروبوت وقلت السبورت وزاد التيفي وما دره شنو و central heating and washing مش هس يعني حتى الهيترز هس هاي central heating واي طبعا انت واحدة من الاشياء انه انت المفروض من تبعد من الجو بارد البدي يبدأ يزود الحرق مات حتى يحافظ على حرارة الجسم بالجو البارد فإذا هست لأ كل هيترز و central heating البدي بعد ما يحرق فهذا ايضا one of the things زين والمان والليبر هاي كل وايضا اكو genetic susceptibility to obesity اللي هي OB subjects do not have slow metabolism there is harder than that of lean subjects ش رح نشوف شوف يقول لك الـ twin confirm a familial influencer يعني اكيد إذن environment to genes طبعا عادة polygenic يعني مو single gene اكو هس اشياء single gene هس نحشي بس mostly susceptibility to obesity هي multifactorial multiple genes polygenic زين different genes زين different genes طبعا genome wide طبعا هاي الجينات قسم انها تتأثر يعني مثلا يكون جينات تأثر بالأبيتايت انه هذا شخص أوبيز لان الأبيتايت مات اكثر وهذا شخص أوبيز لا لان metabolic function مات يفرق اكو شخص ما يحرق metabolic genetics مات ما يحرق زيان فيصر أوبيز هو اكو شخص لا هو أوبيز لان شهيته اكثر هم genetics تلعب دور بس هي شنو less than 5% من variation لان قلنا multifactorial هو فما تعتمد بس على الجينات وال جينات تلعب دور بال fat distribution هس ليه الشخص عنده كرش وشخص لا ما عنده وهم ثنين هم أوبيز هس قلنا male female تفرق male أكثر شي central obesity الفيما بس شغلة ثانية تلعب دور هي الجينات هذا الشخص susceptible انه central obesity هذا الشخص من سسبته فشوف دور الجينات على apetite دور جينات على metabolic function دور الجينات على fat distribution وأكو هاي اللي هي polygenic multiple genes أكو single gene disorder نعم هاي single gene disorder يعني جين واحد مضروب سوالك fat syndrome معين هاي أكثر شي بال childhood obesity هاي في الشي rare إلا علاقة بال hypothalamic function لل hypothalamic اللي تتحكم بال apetite وال عياذ هو مضروب عند ال صعب فممكن وأكو شنو أكو ذني syndrome brother woley syndrome و lawrence moon beetle syndrome هذني هي في genetic syndrome تسوي childhood obesity حال حتقروها هاتو بالأطفال حسنا ريد حتشي أنا لأن هي syndrome زرير أن brother woley ذول يصيرون عادة short stature و obese هو disease اعتقد يعتمد على genomic imprinting في specific mode of inheritance المهم أنه هذا في syndrome إذن childhood obesity من تكون severe طفل صغير وعند هذا تفكر ممكن هذا syndrome brother woley syndrome Lawrence moon beetle syndrome زين فهي childhood صغير وعند في severe obesity ممكن السالفة هي syndrome خاص غير ذن environmental factors اللي رح تلعب دور تمام وهي الclasses حتشيناها قلنا اللي healthy هو طبعا underweight اللي هو 18 ونص وقلنا 25 30 overweight وذن الclasses ذا فوق 30 وقلنا limitation انه BMI ما جاء يطين الفات distribution BMI ما دع ياخذ بنظر الاعتبار انه الشخص ممكن muscular انه BMI ما جاء ياخذ بنظر الاعتبار انه الشخص مرات هو normal BMI بس عندي excess fat زين وعندي metabolic syndrome يجوز يعني هاي خلوها ببالكم وهي بعض الاشياء الاخانثوس نقرك ايضا الصير بال metabolic syndrome skin tags ايضا هذه علامة من علامات metabolic syndrome والاوبزيتي وهذا الweight circumference شوفوا الاسوشيات with non-alcoholic fatty liver with dyslipidemia والسنت شاء الله كلها يحيش هذا طبعا اللاك of sleep is a risk factor يعني اللي ما ينام هو عادة انشون يأكل اكثر اثناء النوم فايضا رسك لاك of exercise وهذه metabolic syndrome حتشينا هاي الكريتيرا من metabolic syndrome شوف طبعا central obesity ايضا تقدر تدخلها ضمن classification of metabolic syndrome بس احنا قلنا مش عبد دعم هو خمس اشياء خمس اشياء بال metabolic syndrome اذا ثلاثة من عدن تحققه نعتبر metabolic syndrome فمو شر يجوز هاي الأوبزيتي ما متحقق تمام يجوز بس ذني لين نقول نحنا مرات patient مو obese لكن هو عندي شنو metabolic فاي خلو عبالك هي criteria نزيد خمس اشياء هنا ما يمكن بالبداية ما احجي اه هنا لازم نضيف لها شنو بعد central obesity وازقل ثلاثة من هذن الخمس اشياء هي كافية زي واي الاتيولوجي دي يقول لك انه هي هاي الاتيولوجي الاتيولوجي والهاي زي ممكن تزود طبعا انت اذا يعني انت احنا الاحتياج اليوم يشقد بالمال الاحتياج الاكتيفتي مال الشخص شنو افر جو نورمال لا والله هو اكتيفتي مال تقليلة لا لازم 2400 يحتاج زين اذا لا اكتيف كلش يحتاج اكثر تمام يعني شنو هاي هاي حتى ما اقدا عليكم هاي daily requirement احنا جقد نحتاج سعرات جقد نحتاج سعرات حتى يكون عندنا perfect PMI اللي هو 22.5 اني حتى يكون عند ال PMI مات perfect يعني 22.5 لازم جقد احتاج energy requirement يعني كم سعر اكل بليوم حسب activity مات اذا انا شنو كلش active يعني احرق هاي فاحتاج 2800 كmale و2300 سعر ك female اذا اكتب تمام اذا more active واكسزايز وحاي لا والله انت مو اكتب less اكتب يعني sedentary life تحتاج 2400 يعني تحتاج اقل يعني انت مجا تحرق الشخص average normal 2600 بال male 2100 بال female تمام زي فهذه خلوها بباعكم يعني اي شي ارقام يعني مو مو فت شي يعني ما ما تحتاجوها بس واي المفروض احنا نحصل الانيرجي من البروتين و و عدد من الفات يعني المفروض اكنا عدد عدد يكون من عند فات و عدد يكون من عند بروتين و عدد يكون عند فايبرز عرقام يعني ما عقدة عليكم مو فتشي زل اذا انت اي patient من تريد يسوي assessment ك obesity you have to identify the complication الحت ينا quantify the problem قلنا شو نسوي quantification ان BMI والأرض من عند weight circumference واكو مرات حتى estimation of fat content واي الاستميش مع الميتابوليك syndrome اللي حت ينا ها و agree to it measuring the weight is useful with BMI under 5 طبعا احنا قلنا BMI من يصير فوق 35 بعد ما اقدر احسب ال waste كل ما BMI زاد قلنا BMI من يصير redundancy الفات ينزل بسبب gravity ف مضبوط weight circumference مضبوط لحد BMI 35 فوق 35 مو كل مضبوط طبعا risk of complication are worse when high waste زيد وقلنا South Asians دولة اخطر يكونون فحتى بلور values انا راح اعتبرهم يعني South Asians BMI فوق 23 راح اعتبره overweight BMI فوق 25 راح اعتبره obese obese ذول بس South Asians يختلفون زيد فلازم تاخذ history يعني diet حتى اتأكد اذا اكو eating disorder binge eating نوك يأكل بالليل او شي ممكن عندي eating disorder فادور على eating disorder ادور على diet الالكوهول ايضا نسئل هو رايالي ميجور سورج فاني بط شد بي كنسيد طبعا لان ممكن يأثر الالكوهول ايضا يزود الأوبزيتي طبعا ولازم احنا ايضا مني نعم لازم آني الأوبزيتي انت طبعا الويد لازم انت يتفكر انه ممكن يكون secondary يعني اكو فايد بروبلم شنو ممكن البيش اصلا عنده hypo thyroidism هذا secondary هذا مني ينطيك onset معين انت شوكت تفكر ينطيك onset يقول لك صال هلقيت عندي ويد واضح واخو تغير يختلف عن النور مو عند اخر فيترز ما الhybo thyroid او كوشنج عند اخر فيترز ما الكوشنج انسولينومة مثل ما تعرفون الانسولين هو growth promoting فممكن ايضا يسوي obesity فهذا مني ينطيك onset معين وعند اخر فيترز الدور ممكن ايضا hypothalamic tumor ايضا ممكن الhypothalamic tumor هي ممكن مثلا يسوي hypothyroidism اذا اصار destruction secondary hypothyroidism ايضا فمرات endocrine مني ينطيك onset معين و فيترز مانا ومرات اكو دراجز هي يسوي ويد قين الانسولين مثل ما الانسولين والدراجز اللي ترفع الانسولين اللي هي السولفوني اليوريا والثيازولي دين دايون يعني الانتي diabetic medication certain anti-diabetic medication حجيناها شرحناها بالcomplication مع diabetes ممكن تسوي obesity خاصة من تطيه combination بعد الانتي psychotic اخذناها الآن بالpsychiatry خاصة second generation تسوي metabolic syndrome olanzapine وغير الانتي depressant ممكن الجابابنتين وغير beta blockers simply beta blockers هي يسوي dislipidemia وايضا ممكن يسوي metabolic وسوي obesity والستيرويد اكيد هي يسوي cushing iatrogenic cushing وايضا الصوديوم valibruvate كanti convulsant فايضا اسأل عن ذن فالدور ممكن دول كل obese لازم اسوي الاثارة function test اذا كل obese اسأل الاثارة function to exclude اذا عندي features of cushing ادور على cushing بال test الخاص مع cushing المونوجيني اكذن syndrom بالاطفال هاينفكر بيه بال children لازم clinically يعني بالاطفال هيتفكر به مرات اسوي شي تن down syndrome ايضا يصير وياه ن طبعا ذول لازم شنو ادور على communication واسوي ليه full history طبعا وال diet وقالنا ولازم شنو ادور عليه الميتابوليك يعني البلد برشار ولازم large cuff لان مثل ما تعرفون هو obese ما يستطي small cuff لان small cuff يسوي over estimation بال بلد برشار ف large cuff ف تقيس للضغط و blood glucose level وال lipid و ممكن HbA1c lipid profile كلها يعني تدور على يعني أي obese patient تدور على ذني metabolic خاف عنده metabolic هذا obesity يعني هذا obese شون تعرف انه كلش خطر اذا وياه سنر ذني تمام نحن مرات BMI واحدة مو كافي ف تدور على waist الاسشياء waist circumference راح تدود يعني تعرف انه هذا رسكي الميتابوليك راح تعرف انه موارسكي تمام ف هتحسب ذني مرات حتى liver function test نشوف هلي انه ممكن elevated بعد ان نكمل موارسكي موارسكي